المارسي القولر تحدث عن فكرة أنه الأهلي من أول الموسم داخل في منافسة على بطولات يعني دورة أبطال أفريقيا مباراتين لازم يكسبهم بعد كده دخل على السوبر أفريقيا لازم يكسبه السوبر المصر لازم يكسب مباراتين فيه دلوات داخل على الانتر كونتيني هادي حاجة صعبة جدا في بداية موسم؟ طيب خليني أخذ من المؤتمر اللي فات ده بتاع القولر يمكن أنا أول مرة أشوفه حتى تحس أنه هو كده كريم يعني مصدوم من الأسئلة يعني حتى هو بدل ما هو اللي بيسأل هو اللي كان بيسأل دلوقتي صح هل أنا المطلوب مني يعمليه؟ يعني احنا شفنا الأهلي في مبارات الزمالك الأولى ما كانش في أفضل حالته مبارات سراميكا ما كانش في أفضل حالته لكن كسب هو حتى بيقول لهم و أنا كسبت سراميكا بيقوله حد بيسأله بيقوله يعني الأهلي ما كانش احنا بلعب بطرية مفتوحة لكن ما كسبناه قال له طب هو كورن لده مش جول أه حد قاله أنت ما جبتش أهداف من لعبة مفتوحة جبت من كوراة سبتة بس أه فقال له هو كورن لده مش جول يعني عارف اللي هو إيه حتى وبدو عليه حتى يمكن الشيناوي كمان رد على أحد العالمين بيقوله احنا عايزين نركز في شغلنا بس أه أنت من حقك أن أنت تنتاقد كأعلام كجمهور أنت نادي الأهلي المطالب منك تأخذ كل البطولات لكن فيه أوقات نقول إيه بقى نادي الأهلي لسه في بداية سيزون احنا عندنا هنقول بقى بنتكلم بقى علما يعني والكلام ده نقول أن الفرق بعد ستة أو سبعة مطالب هنبدأ نقول أن المستوى البدني والزهني بقى مكتمل النادي الأهلي دلوقتي لسه في فترة إعداد الرجل لسه بيعمل قوام وإن كان النادي الأهلي عنده بيزة كريم أن احنا ما عندداش تغييرات في اللعيبة يعني كلنا بنقدر نقول مين هيلعب دلوقتي مين التغييرات لكن لسه هياخد بس شوية في العامل البدني والزهني عشان نقول النادي الأهلي هيبدأ بعد كده يخش في البطولات يمكن المباراة الأخيرة بتاعت الزمالك الأهلي في البداية كان طبعا عشان نزل ضغط على نازل زمالك الشكل تغير والنادي الأهلي كلنا بنجتمع أن النادي الأهلي ما ينفعش يخسر من زمالك مطشي بكل الأحوال اكتعت في المباراة عشان كده ربنا يوفقه لكن المباراة يقول لنا احنا ما اكتهدناش عشان كده بقولنا الزمالك كان يستحق المكسب في المطش الأول وإن كان الزمالك ما كانش أفضل مننا كورة الزمالك كان أفضل مننا تنظيم وأفضل مننا البساطة الإيجابية بس لكن ما كانش أخطر على الجول